بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اي سي تي جريد سكس ان شاء الله النهاردة احنشرح مع بعض لسون فايف بعنوان كرياتينج داتا بيز قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اسحاب اليوتيوب منع الكومنت على الفيديوهات وصلنا في القناة انها مخصصة للاطفال فعملتلكم لينك في في وصف الفيديو نكتب الكومنت او السؤال وانا اجاوب عليكم على طول يلا بينا نبتع درسنا يلا بينا الدرس بتاعنا النهاردة بعنوان او انشاء قاعدة بيانات فالاول عايزين نعرف ايه هي الداتا بيز ديت وتستخدم في ايه فبيقول داتا بيزز يعني الداتا بيزز او قواعد البيانات بتخزن كمية كبيرة جدا من المعلومات في الكمبيوتر بيقول لي ازا داتا كان زين بي ازلي انالايز او ريتشينج تو میت زينيدز اوف يوزر يعني الداتا اللي هي متخزنة في الداتا بيز ديت ممكن بسهولة ان احنا نعمل لها انالايز يعني نحللها او نغيرها عشان نلبي احتياجات اليوزرز او المستخدمين اللي هما بيستخدموا الداتا بيز دي بيقول لي كمان الداتا بيزز كان بي يوز تو كولكت انفورميشن اباوت بيبل بليسز اور سينجز يعني قواعد البيانات دي ممكن نكولكت فيها انفورميشن او نجمع فيها معلومات عن البيبل الاشخاص او البليسز الاماكن او اي حاجات تانية عايزين اضيفها للداتا بيز بيقول لي على سبيل المثال بقى اتيتشر مي هاف اسيكيور داتا بيز ذات انكلود ستيودينت انفورميشن يعني في المدرسة ممكن يكون عنده السيكيور داتا بيز او قاعدة بيانات امنة بيكون موجود فيها اي بقى بيكون موجود فيها الستيودينت انفورميشن معلومات الطلاب زي الستيودينت نمبر الرقم الطالب ده ايه رقم الفصل بتاعه الاسم بتاعه بالكامل وغيرها من المعلومات عن كل طالب ممكن كمان يكون فيها النتيجة بتاعة الطالب في امتحانات الشهور وهكذا نقدر نضيف فيها اي انفورميشن او اي معلومات احنا عايزين بيقول لي كمان يعني برضو اي بيزنس او اي شركة ممكن يكون عندها سيميلر داتا بيز يعني ممكن يكون عندهم داتا بيز مشابهة لللي احنا اتكلمنا عليها دي عشان تسجل فيها بقى الامبلويز انفورميشن او معلومات الموظفين اللي هما بيشتغلوا في الشركة دي يبقى ازا في المدرسة ممكن نعمل داتا بيز للطلاب كمان برضو في الشركات او البيزنس ممكن يكون فيه داتا بيز بيكون فيها معلومات الامبلويز او الموظفين اللي بيشتغلوا في الشركة بيقول لي نوت يعني يجب ادارة كل الداتا بقى اللي احنا بنستخدمها في الداتا بيز دي لازم ندرها بما يتوافق مع قانون حماية البيانات المصرية يعني ما نعملش اي حاجة تخالف قانون حماية البيانات المصرية تعالوا هنا بقى نشوف كرياتينج اداتا بيز ان مايكروسوفت اكسل ازاي نعمل داتا بيز عن طريق برنامج الاكسل احنا اخذنا قبل كده ان برنامج الاكسل ده بنقدر نكريات بي تيبلس او جداول نقدر نكريات بي جرافز والنهاردة كمان بناخد ان الاكسل ممكن نكريات بي داتا بيز فنعرف المعلومات دي كويس جدا عشان لو تسألنا فيه بيقول لي بقى هنا بقى اجايب لي مجموعة من الستيبس عشان اقدر اعمل داتا بيز بيكون فيها بيانات الطلاب طبعا عشان نفهم الكلام ده كويس جدا لازم نشوفه عملي مع بعض فخلينا نشوف الكلام ده عملي بامثلة عملية من عندنا وبعد كده نرجع تاني ادي برنامج الاكسل انا عايز اعمل فيه داتا بيز بيانات الطلاب فاول حاجة هنا فوق حكتب النيم انا عايز اكتب اسماء الطلاب اللي هيكونوا موجودين معايا في الداتا بيز وكمان عايز الرقم الموبايل بتاعهم فحكتب في الكولوم ده الموبايل وعايز كمان اضيف البرس ديت او تاريخ ميلاد كل طالب فحكتب في الكولوم ده البرس ديت ممكن اضيف هنا كمان الكلاس الاسماء اللي احنا كتبناها ديت ديت اسمها الهدر بتاعت كل الكولوم يعني كل كولوم من دولة حيكون مكتوب في ايه هنا مثلا هيتكتب فيه النيمز اسماء الطلاب هنا هيتكتب الموبايل اللي هي ارقام الطلاب تاريخ الميلاد بتاعهم هم موجودين في اني فاصل بالزبط. تعالوا نملى البيانات بقى بتاعة الطلاب ديت ونشوف النتيجة النهائية هتبقى عاملة ازاي? ده الشكل النهائي للداتابيس بتاعتنا بتبقى بالشكل ده والموبايل والبارس ديت والكلاس. وبكده احنا نجحنا ان احنا نعمل داتابيس صغيرة قاعدة بيانات فيها بعض المعلومات او عن نرجع بقى للكتاب هي دي بالزبط او الخطوات اللي احنا مشينا عليها عشان في النهاية نعمل فبيقول لي مسلا في اول خطوة اكتب او الهيدر بتاع كل كولوم زي احنا ما كتبنا كده النيم والموبايل والحاجات دي. بعد كده هنا طبعا البيانات مختلفة شوية فكاتب الاي دي نمبر مسلا بدل الموبايل والكلاس نيم احنا عاملينه برضو والستيودين تنين طبعا احنا كتبينه في الاول خالف. فهي دي بنفس الطريقة بالزبط وان كانت البيانات طبعا احنا ممكن نملك اي معلومات او اي بيانات داخل الديتابيس. خلينا بقى في المعلومة المهمة هنا بيقول لي تو اد اديشنال انفورميشن كولومز تو داتابيس. طيب انا عملت داتابيس ولكن انا عايز اضيف كولوم جديد فيها بقى. والكولوم ده حاملة بانفورميشن جديدة. ازاي ان انا اضيف كولوم جديد. فبيقول لي اول حاجة ريت كليك زا توب اوف زا كولوم. يعني تعالى كده على التوب اوف زا كولوم. الكولوم مسلا ده. ووقف عليه كده واضغط ريت كليك. بعد كده اللي هيحصل? هتظهر لك منيو. من الميو ديت بنختار منها انزيرت كولوم. نختار انزيرت او انزيرت كولوم. بيزهر لك كولوم جديد بقى. وابدأ انت اكتب الكولوم هيدنج او اكتب الهيدر بتاع الايه? بتاع الكولوم ده. تعالوا نشوف كده مع بعض. ادى عندي عايز مسلا هنا اضيف كولوم جديد اسمه الاي دي. فهعمل ايه? باجي على التوب اوف زا كولوم. ولكن هنا فوق كده. واعمل ريت كليك. فبلاقي موجود فيها انزيرت. مجرد ما اضغط على انزيرت في بعض او النسخ التاني بمكتوب انزيرت كولوم. مجرد ما اضغط على انزيرت كده. فعلا عمل لي كولوم جديد هنا فاضي. بيقول لي بقى اكتب فيه اللي انت عايزه. فحاجة هنا فوق خالص واكتب في الهيدنج بقى اسم للكولوم ده. وليكن مسلا اي دي. وابدأ املاه بقى بالانفورميشن اللي انا عايزه. تمام? يبقى فهمنا بقى كده ازاي ان احنا نقات كولوم في اللي احنا عاملينها بالاكسل. وفي حاجة تانية مهمة? بيقول لي هون يوتيب اين نمبرز? لما تيجي تكتب نمبرز او ارقام في الاكسل. ازاي كده تاريخ مسلا معين. فبيقول لي الاكسل والاوتوماتيكالي فورمات زم. الاكسل بصورة اوتوماتيك كده حيفورمات الديت ده بيخليل شكل الديت اللي هو عنده في البرنامج. ازاي الكلام ده? تعالوا كده نشوف مع بعض. هنا مسلا لو لاحزنا ان الديت هنا بيتكتب بالشرطة الميلة دية. خليلي بقى اكتب ديت بالشكل ده. انا ما كتبتش بقى الشرطة الميلة دي ولكن كتبت الايه? اداش العادية. لما اضغط انتر هنا. حول لي اداش العادية ليه شكل الشرطة الميلة اللي هو بيفصل بها بين الايام وشهور في الايه? في التاريخ عنده. يبقى هنا الاكسل اوتوماتيك عمل فورمات لديت اللي انا كتبته بحيث ان هو يكون بالشكل اللي موجود عنده في الايه? في او الفيتشر اللي احنا ممكن نستخدمها في الاكسل. فبيقول لي في بعض التولز اللي موجودة في الاكسل زي سورتنج. انا ممكن اعمل سورتنج او ارتب مجموعة من الانفورميشن في الاكسل سواء كانت نومبرز او تيكست. كمان ممكن بقى اعمل العمليات المختلفة. يعني مسلا اعمل اد او اعمل او اعمل او اعمل او اعمل ان انا ايه? اتعامل مع الارقام في الاكسل. فبيقول لي احنا احنا اتعلمنا الحاجات ديت واخدناها طبعا. ومسلا قلنا عشان نعمل سورت المجموعة من الداة او الانفورميشن عندي في الاكسل. فبعمل السورت او برتب الداتا دي ازاي? قال لي اول حاجة بتروح للتول بار. ومن التول بار بتدخل على الداة تاب. ومن الداة تاب ديت بتختار سورت. وبيبقى مديني تو اوبشن. انت عايز تعمل سورت او ترتب الداتا دي من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير. تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده. انا عندي هنا مثلا مجموعة من الاسماء لينا وكريم واحمد. طيب دول انا عايزة لتبهم ترتيب اب جدي. يعني من ايه توزد. فهعمل الكلام ده ازاي? باجي على الطول بار اللي هو فوق ده. وبضغط على الداة تاب اهيط. فمنها بختار سورت. يعني بختار ترتيب البيانات دي. وبيديني هنا تو اوبشن. انت عايز ترتبهم من ايه تو زد? ولا من زد ايه? فلو قلت له رتبهم لي من ايه تو زد? تعالوا نشوف النتيجة مع بعض. فعلا رتبهم لي من ايه تو زد? واحمد عشان هو بيبدأ بحرف الايه? فهو اول اسم عندي. بعد كده كريم وبعد كده ايه? لينا. طيب لو جيت قلت له من زد ايه? المفروض ان هو يعكس لي الترتيب ده. فعلا عكس لي الترتيب بالشكل ده. برضو النمبرز نفس الكلام. لو جيت هنا مسلا وعايز ان انا ارتبهم برضو من التول بار الداتا باختار صورت وباختار الترتيب. من ايه تو زد هنا بقى يعني من الصغير الكبير? ولا من زده ايه الكبير للصغير? لو ضغطت من ايه تو زد? فعلا رتبهم لي من الصغير الكبير. لو ضغطت من زده ايه? رتبهم لهوت من الكبير للصغير. عندي كمان بقى في الاكسل ان احنا ممكن ناد نامبرز نعمل بلاس ممكن نعمل سابتراكت مينس ممكن نعمل مالتيبلاي وكمان ممكن نعمل بيقول لي هنا اكسل لتس يو مانيبليت نامبرز ان يور داتا بيز باي ادنج فورميولا. يعني الاكسل بيسمح لك ان انت تعالج الارقام. تعالج الارقام بمعنى ان انت تعمل عليهم العمليات المختلفة زي الاد والصابتراكت وكده. بيسمح لك ان انت تعمل العمليات المختلفة دي في بتاعتك من خلال فورميولا. من خلال ان انت تكريت فورميولا. زي ما اخدنا برضو في قبل كده. بيقول لي يعني انت ممكن تضيف في الاكسل سواء باستخدام فورميولا او وزاوة فورميولا. هنشوف الكلام ده كمان شوي. اه كنت بعمل الفورميولا دي ازاي? بيقول لي توك كريت افورميولا عشان الاكسل يفهم ان انا عايز اعمل فورميولا فلازم اكتب له الاول اكوال في السل. بيقول لي زيس لتس اكسل نو يو ار كريتينج افورميولا. يعني بكده الاكسل بيفهم ان انت عايز تعمل فورميولا. تعالوا نشوف الكلام ده عامل. هفترض عندي رقمين وليكن مسلا تويني وتن. وعايز اعمل عليهم عمليات مختلفة والريزلت تكون هنا. فهعمل الكلام ده ازاي? طيب اول حاجة خالص عايز اعمل مسلا اد. فهنا لازم اعرف الاكسل ان انا عايز اعمل فورميولا. طب هعرفه ازاي ان اهعمل فورميولا عن طريق ان انا اكتب اكوال. انا عايز اد النمبر ده مع النمبر ده. الاكسل كمان بيدي لي حاجة ظريفة. مش لازم تكتب الرقمين او مش لازم تكتب اسم السل بتاعتهم. مجرد ما هتضغط عليهم الاكسل بيكتب لي اسم السل على طول. يعني تويني ديت موجودة في جي فايف. اللي هو كولوم جي وي الرو فايف. طيب. انا عايز اعمل ايه بقى? عايز اعمل بلاس. مع مين? مع النمبر التاني ده. مجرد ما هضغط عليه برضو فكتب لي اسم السل بتاعه. طيب. لما اجي اضغط انتر هنا هيجيب لي الصم او مجموع الاتنين بالزبط كده. طيب انا عايز اعمل عايز اعمل بنفس الطريقة. هقول له عايز اعمل المين? للرقم ده. الرقم ده. هقول له انتر. فعلا جاب للريزلت اللي هي تن. طيب انا مش عايز اعمل سبتراكت. انا عايز اعمل حلو. نفس الطريقة. عايز تعمل لمين? للرقم ده. الرقم التاني ده اضغط انتر فعلا عملي للرقمين طب عايز اعمل نفس الطريقة الرقم ده الرقم التاني ده فالنتيجة طبعا يبقى احنا دلوقتي رجعنا مع بعض ازاي نستخدم الاكسل ان احنا نعمل او العمليات الحسابية المختلفة زي الاد والسبتراك والمالتبلاي بيقول كمان انت ممكن تضيف تكست في الاكسل وزقل وزود فورميولة يعني وزقل وزود فورميولة يعني ممكن اكتب تيكست هنا عادي اكتب مسلا ايه مارييم احمد كده انا كتبتها من غير فورميولة خالص طيب انا ممكن اكتبها فورميولة ازاي سهلة خالص عشان اكتب فورميولة لازم اكتب الاول ايه. طيب بعد ما كتبت اكوال مجرد ان انا اضغط على التكست اللي انا عايزه. سيتكتبلي تاني هنا. نشوف كده. فعلا كتب لي الاسم هو التاني نفس الاسم مريم احمد ولكن المرة دي كتبهولي بالفورميولة ان انا كتبت اكوال وضغطت على الاسم اللي هو اه اللي انا عايزه ففعلا اتكتب لي بالفورميولة ودي ابسط طريقة ان احنا نكتب بيها التكست برضو باستخدام فورميولة معين. كده خلصنا الدرس بتاعنا تعالوا مع بعض نحل الاسئلة. نمبر ون نقطة ستورز الارج اموانت اف انفورميشن ان اكمبيوتر سيستم. ديت طبعا الدياتابيز. نمبر تو. ان اكسل. جو تزا تول بار. داتا. دين كليك النقط. تو ارانج انفورميشن الفابيتيكلي. عشان نرتب معلومات بصورة الفابيتيكلي ابجديا يعني من ايتو زيت او من زيتو ايه. هنا بستخدم صورت في او خاصية الصورت في الاكسل. نمبر سري. يو كان يوز نقطة تو كريات باستخدم ايه بقى? عشان اكريات الاكسل طبعا. نمبر فور. تو اد ادشنا الكولومز تو اداتابيز. ريت كليك زا توب اوف زا كولوم. اند زين سيلكت نقط كولوم. عشان اضيف كولوم جديد في الداتابيز. بعمل ريت كليك على اه التوب اوف زا كولوم. واختار ايه? طبعا باختار انزيرت كولوم. يعني اضافة كولوم جديد. نمبر فايف. اكسل لتس يو مانيبليت نمبر انيور داتابيز باي ادنج فورميولة. يعني الاكسل بيسمح لك ان انت تعالج النمبر او الارقام في الداتابيز عن طريق اضافة فورميولة. نمبر سيكس. تو كريات اسمبل فورميولة ان اكسل فرست طيب اكوال. عشان نعمل فورميولة بسيطة في الاكسل. فطبعا في الاول بنكتب اكوال. نمبر سيفن. you can also add تيكس. such as names to cells. نقط using a formula. with using formula ولا وزاوة using formula? طبعا هتبقى الاجابة a and b. اقدر اضيف تيكس زي النام مثلا في لاي سل. اما عن طريق ان انا استخدم فورميولة او ما استخدمش فورميولة. وشفنا الطريقتين اتنين في شرح الدرس. نمبر ايت. to sort information alphabetically in excel. go to the tool bar. بنروح للتول بار. وبعد كده بنضغط على data tab. ومنها بنختار sort. نمبر ناين. to add additional information column to database. write click the top of the column. بنعمل write click طبعا على top of the column. ونختار منها insert column. نمبر تن. in excel. when you write numbers such as a date. excel will automatically format them. يعني في الاكسل لما نيجي نكتب numbers. زي date مثلا. فهو بيحولهولي بصورة automatic لشكل الايه? لشكل date اللي هو عنده. number eleven. a teacher may have a secure database that include student information such as. زي مسلا وزي يبقى الاجابة a and b. كده خلصنا الدرس بتاعنا. لو عجبكم الدرس اعملوا لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اعملوا سبسكرايب. محتاجين ننشر القناة لكل الناس. انشروها على كل الجروبات. بتمنى لكم كل التوفيق. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ان شاء الله.